رسالة الميلاد هي رسالة السلام وعلى الأرض السلام السلام المنشود اللي إلنا سنين منتظره ولكن مكتوب عن يسوع لأنه هو سلامنا مكتوب عن يسوع أنه رئيس السلام وأنه إله السلام مكتوب عن يسوع المسيح أو كما قال سلامي أترك لكم سلامي أعطيكم ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا سلام المسيح سلام دائم سلام أبدي سلام بغض النظر شو الظروف والإضطراب والهيجان اللي حوالينا أنا عم بتمتع في سلام المسيح اللي فعلا هاي كانت هي رسالة السلام رسالة الميلاد هي رسالة الخلاص أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب أنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص يدعى اسمه يسوع لأنه يخلص رسالة الميلاد هي رسالة مش بس الخلاص هي رسالة الفرح كل اللي تعاملوا في قصة الميلاد الشخصيات كلهم كان عندهم فرح وبالناس المصرة بتفسير آخر بالحائزين برضا أي برضا الله هللت السماء ابتهجت الأرض فرح حقيقي كما قالت مريم فتبتهج روحي بالله مخلصة رسالة الميلاد هي رسالة العطاء رسالة قدمت السماء المخلص الوحيد ربنا يسوع المسيح المجوس قدموا هدايا ذهب ولبان ومر المسيح الملك المسيح الشفيع المسيح المخلص رسالة الميلاد هي رسالة فرح هي كمان رسالة محبة والمحبة دايما فيها غفران عاوز أقول لكل من يشاهد لتضوع وقتك اغفر خد هذا الوقت أنه تقدم الغفران وإلا ليه بتحتفل بالميلاد إذا ما عندكش غفران وعاوز أقول أحبائي لما بطلع على كل الزينة رسالة الميلاد رسالة البهجة رسالة الطفولة هيرودوس كره الطفل يسوع قتل أطفال بيت لحم واليوم أحبائي إحنا المفروض نوقف مع الأطفال المشردين المظلومين اللي حقوقهم مهدومة اللي في كتير بلدان بيعملوا كعبيد وكتير في بلدان عم بيقوموا حتى بجندوا أطفال جيش بيغسلوا دماغهم في الأمور الدينية رسالة الميلاد هي رسالة يسوع المسيح اللي جاء من السماء إلى الأرض حتى يقدم الخلاص وفي النهاية أقول كل عاموا أنتم بخير إيه الهدية اللي ممكن تعطيها ليسوع؟ قل له يا رب أنا بعطيك حياتي اليوم بتوجك رب وملك على قلبي وحياتي بدعوك حتى تكون أنت مخلصة سامحني على كل خطية اغسلني بدمك طهرني وأنا بقبلك اليوم رب ومخلص على حياتي بصلي أنك قبلت هذا الشيء من كل قلبك اكتب لنا بحب أسمع منك والرب إيباركك موسيقى